الآن الجزء الثاني كنا تكلمنا على different types of bone movement وقلنا remodeling اللي هو تغيير أو relocation من اسمها يعادة تموضع الوضع نفسه يتغير المكان selective bone opposition by osteoblast or resorption by osteoclast وخلي بالك بselective bone selective area يعني في اماكن هنحط فيها bone وفي اماكن هنشين منها bone حتى يحدث تغيير في شكل ومكان العظم ده remodeling زي ما انت ساتك شايف كده في تغيير في المكان وفي الشكل وفي كل حاجة نتيجة bone deposition ونتيجة bone resorption طبعا بداية شكل العظمة ليس هو النهاية بداية شكلها في الاول ليس منطابق لشكلها في الاخير بداية شكلها في الاخير رمودي لما كل عظمة هتكبر هيحصل relocation وحيحصل overall enlargement للرجون لتصمي لتصمي بداية شكلها البرجين لتصمي بداية شكلها يبا خلي بالك في السطر الأولاني بالأحمر كان ما هو في السطر الرابع في الشيب يبا السيز والشيب يتغيروا بالرموديل لتحضر لتحضر فى البرجينة فى الملعقة بداية شكلها ومع البرجينة ومع البرجينة بداية شكلها دائما دائما هناك علاقات بين البون وبعضها وبين البون ومع البرجينة وتباية شكلها اوما البرجينة تقوم بحسب لتحضر إلى الترانسيق والأحمر بتحضر يعني ايه؟ Therefore فمع البرجينة ومع هذه البون العظمة لأن المرحلة يتم تدعى إلىeno البرجينة والملم نتيجة التطريق فورس اللي حصلت عليه تاني تاني من بره حطيت pressure على البون البون حصل له resorption منين من الاستوكلاس اللي اكلت البون يبقى فيه intrinsic forces او intrinsic reaction حدث نتيجة الاكس intrinsic force اللي انت سيرتك عملتها هنستخدرها بعد كده في التقوي الdisplacement من اسمها displacement تغيير في المكان The physical movement of whole bone that occur while the bone simulator is remodeled by resorption and deposition to an equivalent extent كما أن البون enlarge في مرة مختلفة في مرة مختلفة في جوية يستمرعي في مرة مختلفة حينما يزداد البون deposition في مكان فتجد العضم تتحرك في الاتجاه المغايي يعني المسل المتصلة بالعظم بفائبرس بألياف عادي شكرا المسل تشتغل العظمة تكبر خلي بالك من النقطة دي الأساس في الجروس هو الصفت ديشو الأساس في الجروس هو المسل المسل تشتغل في فائبرس تربط زي المسل بالبون يحصل بون انلرجمنت يحصل بون دي بوزيشن يحصل بون ريزوربشن نتيجة نتيجة الأكشن اللي عملته المسل نتيجة الأساس في نهاية المحضرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات نتيجة الأساس في البون نفسه بينما نتيجة الأساس نتيجة الأساس نتيجة الأساس نتعرف البون نفسه ستغل في محضرة بمحضرة بوزيشن الثاني الثاني نتيجة الأساس نتيجة الأساس نتيجة الأساس هي السبب في هذا التغيير جرث بوزيشن بوزيشن في الاسباتي بوزيشن زي ما قلنا الأخ اللي كان قاعد في المصد المصدر اللي أكل كتير 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 فزع الإخوة اللي قاعدين يمين وشمعي الـ المو الدائس المو التنهم привصد المو التونة الـ المو التنهم الموقف فالإسperation amigos namely when the bone remodel by resorption or deposition to an equivalent extent the bone enlarge in a given direction with its joint to simulate and displace the opposite the process of new bone deposition does not cause displacement by pushing against the 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 translation then ده بقى secondary displacement خلي بالك من الثلاث روز اللي على اليمين البرتقاني والأحمر ملهمش زنب ولكنهم بيتغير مكانهم نتيجة التركواز ده هو اللي بيزيد هما ملهمش زنب ولكن بيحصل secondary displacement نتيجة other bone أو adjacent bone احنا كنا قلنا في الانتراميبرينوس bone والاندوكوندرال الانتراميبرينوس تكلمنا عليه كلمتين وقلنا انه هو include cranial volt والface والclaviken قلنا انه بيكون من حوالي الاستيوبلاست produce osteoid tissue يعني خلي بالك احنا قلنا انتراميبرينوس bone يساوي direct action للأستيوبلاست direct action للأستيوبلاست الانتراميبرينوس bone formation الاستيوبلاست ازاي بيتكون بقى بقى بيعمل الاستيوبلاست من كلمها من اسمها الاستيوبلاست كمية المينرال كمية المينرال كمية الفايبر كمية المينرال وبعدين يحصل بقى cell and blood vessels are encased تدخلهم الاستيوبلاست الاستيوبلاست كمية المينرال وبعدين يبقى تغطى بمينبرين الاندوكندرل اللى هو النوع التانى من الاريجين تدخل بالك عشان ما تتلخبطش بين type والorigin type ده بقى المينر والكمباكت والكانسلس والووفين اوكي الاريجين الاندوكندرل 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 ده replacement of the cartridge by bone during fetal life يعني ايه؟ يعني بيبقى عندي cartridge وبعدين الكارتشيج ده يحصل له أتروفي وبعدين يحصل الاريجين الاريجين اللى يسببه الكارتشيج لما مشي يبقى في عندي cartridge cartridge ده حصل له disintegration حصل له أتروفي وبعدين تيجي الأستيوبلاس تعمل لي tissue تعمل لي bone يعني ده موجود فيه during fetal life البون فورم through the calcification of the hypertrophy cartridge matrix all other bone of the body are related to this type احنا قلنا intra brain bone هيكون clavicle وال face وال cranial بقية البودي بقية البونز اللى في البودي endocondral in origin all other bones are related to this type these bones are separated by synchondrosis which provides the pressure adapted bone gross احنا كنا قلنا intra brain bone separated by sutures endocondral bone separated by synchondrosis syn كلمة syn يعني ما بينهما controsis يعني كارتج يعني في هنا كارتج وفي هنا كارتج ما بينهما نسميه synchondrosis controsis ال intra brain bone يسميه suture ودي خلي بالك بقية هتلاقي كتير اوي زي كوماتيكو frontal suture ما عرفش frontonesa suture يبقى ده تعرف على طول ان intra brain bone لما نيجي مثلا في البزورس كان نقول اسفين واسفويدا synchondrosis يبقى تعرف ان الاسفينويد bone والاسمويد bone دول اصلهم endocondral in origin يبقى كلمة synchondrosis تدل على الاثنين bones endocondral كلمة suture تدل على ان الاثنين bone intramubranus الendocondral bone formation اللي هو replacement يعني كان عندي كارترج حيمشي ونحط مكانه bone يحصل hypertrophy في الكندروسايت والماتريكس calcified وبعدين invasion and atrophy للك atrophy للك والاستيوبلاست تدخل بقى تعمل الاستويوت تشو تاني والاستويوت تشو calcified وبعدين الجينتك فاكتور اللي هو الوراثة الجينز العمالقة تجد فيه ناس rate of growth عندهم عالي دي بتاعت ربنا ناس اقزام rate of growth عندهم وط دي حاجة ملهمش دخل فيها يكلوا ما يكلوهش العبوا رياضة ما يلعبوش رياضة هو الجينز هنا متحكمة في bone growth اللي يرى الفاكتور اللي هو زي البوليوميليتز البوليوميليتز ده فيه nerve injury حصل فيه virus حصل افكت النيرف والنيرف افكت المسل والمسل افكت البون كورث ثاني ثاني النيرال افكت النيرال افكت عندي نيرف حصل فيه problem وبالتالي المسل اللي هو بيغزيها الاكشن بتاعته حصل فيه problem وبالتالي المسل البون اللي المسل دي اتاتش دلو حصل فيها باراثر هرمون الفاكتور بقى الجروس هرمون والسيروكسين والباراثرمون والكلام ده بيؤثر تأثير مباشر على البون جروس نيوتريشن الفاكتور عيان او طفل بيتغزة كويس اوي هتلاقي عنده البون جروس محترم عيان تاني عنده مال نيوتريشن سندروم هتلاقي البون جروس بتاعه قليل اللي هو في الاخر يعني جنرال هيلث فاكتور الالنس عيان دايما مريض عنده ريكتس عنده ميسلس عنده تي بي عنده انيميا عنده جوفينايل لابيتس عنده رينال بروبلم كل الحاجات دي تؤثر على البون جروس يعني عيان عنده كساح عيان عنده حسبق عيان عنده سل عيان عنده علميا فقر دم كل هذه الامرات تؤثر على البون جروس سوشيو ايكونوميك فاكتور عيان ابوه غني وبيقدر يجب له اكل صحي فبينموه بيبقى كويس اوي عيان تاني فقير غلبي ما بيقدرش يأكل الاكل الصحي فبيؤثر على البون جروس اكسرسيز عيان بيلعب رياضة حيحصل طبعا البون جروس كويس اوي عيان تاني كسلين ما بيلعبش رياضة حيحصله البون جروس بتاعه حيبقى اقل من العيان اللي بيلعب رياضة كلايميت الجو في الناس موجودة في جو صحي مليان اوكسجين وفي الناس موجودة في مداخن ومصانع وفحم وطبعا هيؤثر على البون جروس ريس زي ما قلنا في البداية خالص ريس جنس وكده يعني لو تشوف الناس في ادنبرا ولا ناس في انجلترا تلاقي اجسامهم ضخمة جدا شوف الناس ثانية مثلا في اليابان ولا في الصين ولا حاجة اجسامهم على ادنبرا الاماكن اللي بيحصل فيها النمو site of skull growth فيه growth بيحصل في السوتشر طالما جيبنا كلمة سوتشر يبقى انترامبراس بون وفيه surface apposition وريمودل انجرسوربشن وفيه growth of contained organs زي البرين وزي الايبول وزي الثنق طيب يبقى علشان نتكلم على growth في اي ريجون لابد ان احنا نتكلم على ثلاثة ميكانيزم الميكانيزم الاولاني growth as suture الميكانيزم الثاني growth of contained organs الميكانيزم الثالث هو surface apposition و deposition او بمعنى اخر remodeling نعايز اقول حاجة هنقولها ان شاء الله بعد كده الأوربت الأوربت الكافتي فيه أوربت فيه أوربت الكافتي مفيش أوربت مفيش أوربت الكافتي نرجع تاني ونقول ان soft tissue هو الأساس في growth الأوربت ده soft tissue الأوربت الكافتي دي bone فيه soft tissue فيه growth في البون مفيش soft tissue مفيش growth في البون التنج التنج لو كبير قوي حتلاقي oral cavity كبير قوي التنج لو صغير قوي حتلاقي oral cavity صغير قوي التنج لو normal size حتلاقي oral cavity of normal size الbrain كذلك لو الbrain كبير حتلاقي cranium كبير لو الbrain صغير حتلاقي cranium صغير لو الbrain of normal size حتلاقي cranium اندوكراين الاندوكراين طبعا دي بقى حدسوا على حرج هتاخدوها بعد كده بالتفصيل في الاتيولوجي of mal occlusion hypo parathyroidism يعني الparathyroid hormone أو الparathyroid gland ضعيفة في الأكشن بتاحها it doesn't affect the teeth that has been completely formed من اللي حتاثر على الكالسيوم والخوسفرس metabolism affect the teeth so area في الانامل والدنتين of under and over calcification اندوكراين hyperthyroidism يبقى thyroid سوائح كان hyper أو hypo بتؤثر على البون increase the elimination of calcium hyper الaction بتاحها زيادة retardation skeletal growth due to lack of mineral بيبقى عندي fiber كتير اوي والمينرات العليلة earl closure of growth center تعمل لي حاجة ثور فيزم اللي هو القزم في الأدلت هتعمل لي الاستيو بروزيس hypothyroidism abnormal resurrection pattern delay eruption retain the deciduous لانه مفيش root resurrection ومال positive narrowing of the dental arteries لانه البون لم يأخذ حقه في الكراث دي رسمة نزيزة اوي بتوريلك primary displacement وال secondary displacement نركز على الناس اللي فوق العربية تغيير شكل العظمة primary displacement اوكي العربية نفسها هتتحرك تعمل secondary displacement اوكي يعني شكل العظمة نفسه تغير primary مكانها تغير نتيجة العربية تحركت secondary displacement دي برضو primary displacement و secondary displacement اللي نيزو مجزلة complex لما نلاقي بوند position بين الكرينيال بيس وبين المجزلة تؤدي الى ان المجزلة تتحرك بتحتي بعدها secondary displacement كده انتهت المحاضرة وان شاء الله الى اللقاء في المحاضرة القادمة والاخيرة ما حضرت بتحديد